بعد حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفادة حفظه الله ورعى برقية تانية إلى السيد أحمد عبد العزيز الخياط رئيس اتحاد البحرين للدفاع عن النفس وذلك بمناسبة فوز لاعبي منتقب البحرين للجوجستو محمد أبو إدريس ومحمد غريب بمذليتين ذهبيتين في بطولة أبو ظبي العالمية المقامة حاليا في دولة الإمارات العربية المتحلة الشقيقة تحت رعاية اسم الشيخ محمد بن زايد أذن هيان ولي عهد أبو ظبي نائب القاعدة الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحلة الشقيقة وأشهد جدلته في برقيته بالمستوى الطيب الذي يبذله اللاعبان في تحقيق هذا الإنجاز وفوزهما بمدليتين ذهبيتين في البطولة وحرصهما على رفع اسم مملكة البحرين في هذا المحفل الرياضي العالمية متمنيا جدلته لهما كل توفيق والنجاح في تحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات القادمة وأكد جدلت الملك المفدى أن هتين المدليتين جاءت لضيفان إنجازا جديدا إلى الإنجازات التي حققها أبناء البحرين الأوفياء في مختلف الألعاب الرياضية الفرنية والجماعية منوها جدلته بالجهود الطيبة التي يبذلها السيد أحمد عبد العزيز الخياط رئيس اتحاد البحرين للدفاع عن النفس وأعضاء مجلس الإدارة في دعم لعب المنتخب وتهيئة الإمكانيات أمامهم لموصلة هذا العضاء خدمة لبلدهم ولمسيرة الرياضية الرياضة في مملكة البحرين متمنيا جدلته لجميع الرياضين في المملكة نوم التوفيق والنجاح